السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام اهلا مرحبا بكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين ان شاء الله النهارد اخوان العزاء هنتكلم عن رؤية جميلة جدا او رؤيتين جمال جدا بيدلوا على تغيير احوالك طبعا تغيير الاحوال تغيير للافضل ان شاء الله وتيسير امور صعبة في حياتك وانتهاء فترة مشاكل وانتهاء فترة هم عزكم الله طيب الاحلام دي هي بس ولا في احلام تاني لا طبعا في احلام كتيرة جدا تدل على تغيير الاحوال ولكن احنا بنذكر رؤيتين كويسين كده اه عشان خاطر الفيديو ما يكونش طويل طيب ما هي الاحلام ديت هنتعرف عنها بالتفصيل ولكن قبل ما اخش في تفاصيل الفيديو احبها لكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الاشارات ليصلكم جميع فيديواتنا باستمرار ولو حد عنده رؤية او حلم وحابب يفسرها ممكن اكتب لنا في التعليقات وان شاء الله هنتوصل معاه والرد عليه في اسراء وقت اول حاجة اخوان العزاء تغيير الاحوال يعني ايه يعني مسلا واحد عنده هم وكرب حالو هيتغير هلان هو هيتغير للاسوأ هم وكرب تاني ولا هيتغير للافضل ان شاء الله هيتغير للافضل وللاحسن ولتيسير الامور الصعبة في حياته يعني اليمر بدقيقة مدية بيمروا بمشاكل عائلية بيمر واحد مثلا بكرب ان شاء الله الكرب دا هيتغير وتغير للافضل ان شاء الله رؤية النهاردة اخوان اعزائي رؤية الصفر الشخص اللي بيشوف نفسه ان هو بيسافر يعرف على طول ان احوالها تتغير سواء الرجل او امرأة يعني مثلا فتاة رأيت ان هي بتسافر دي تغيير في احوالها قادم للافضل ان شاء الله مثلا هتحصل على وظيفة هتحصل على عمل كويس هتحقق امنيات كمان ممكن تلاقي نفسها ان هي مثلا بتزوج في المنام دي حاجة كويسة جدا اشارة بتغيير احوالها وربما تغيير احوالها ده بيكون زواج فعلا طيب الشاب لو رأى نفسه ان هو بيسافر دي علامة برضو على الرزق القادم لي وعلامة على انه هيحصل على خير في الفترة القادمة وان احواله هتتغير لو عليه ديون او مثلا نفسه في اموال يعرف على طول ان في خير قادم دي كذلك الامر المرأة المتزوجة والمرأة المطلقة والرجل لو رأى نفسه ان هو بيسافر كل ما كانت الطريق اللي بيسافر فيها ميسارة وسهلة كل ما كانت اموره هتتيسر وان شاء الله يتتغير احواله للافضل لان في ناس مثلا بتلاقي نفسها ان هي بتسافر في قطار والقطار فاتها في واحد مثلا يجي يركب سيارة السيارة سابت ومشيت دي بتكون اشارة الى بعض الامور المتعطلة في حياتك ان انت عاوز تتغير او عاوز تتحسن امورك ولكن في بعض الامور لسه متخلبطة في حياتك اما الامور الكويسة هو انك مسلا تشوف نفسك بالجهة اه شنطة سفرك واركبت طيارة او ركبت سفينة وسفرت وطبعا كنت سعيد وكنت فرحان فده اشارة لك لانك ان شاء الله احوالك هتتغير وهتحصل على الشيء اللي بتتمنى وان شاء الله هيكون شيء افضل من ما بتتمنى كمان لان الرؤية جميلة جدا رؤية السفر في المنام طيب الرؤية التانية الرؤية التانية رؤية الانتقال من مكان لمكان زي مثلا تغيير المنزل في المنام يعني مثلا واحد كان قاعد في منزل ورأى نفسه اللي هو في منزل مختلف واحدة رأيت ان هي كانت في منزل بتأهلها ورأيت ان هي موجودة في منزل مختلف طيب المنزل اللي موجود فيه شكله كويس وهيئته كويسة وغرف ومراوح والحاجات دا وكل الاساسات فيه كاملة دي اشارة الى تغيير احوال الافضل وانتهاء مشاكل وانتهاء هموم باذن الله وان الفترة القادمة في حياة الشخص دا هتكون فترة خير وبركة ان شاء الله وان الشخص لو هو بيفكر في زواج سواء فتاة او شاب يعرف على طول ان ان شاء الله تغيير المنزل دا من العلامات المهمة جدا التي تدل على الزواج اتمنى اخوان عزائي ان الفيديو يكون عجبكم وشكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة